موسيقى كيف يمكن لمجموعة السيارات القاطعة والمقطورة الكهربائية هذه مساعدة النقل العام داخل المدن الكبيرة يعتقد العلماء الأوروبيون أنهم وجدوا حلاً لهذه المسألة فشاركون حلهم هذا موسيقى في مدينة ليون الفرنسية يرى باحثون أوروبيون أن هذه الفكرة تعتمد على التشارك في السيارات الكهربائية داخل المدن وضواحيها فكرة المشاركة في قيادة هذه السيارات ستساعد المواطنين على التخلي عن تلك التي يبلكونها أما النظام القطر فهو فعال لتوزيع السيارات بطريقة تناسب العرض والطلب يمكن لموظف مخصص إعادة هذه السيارات إلى حيث يحتاجها الناس عبر قيادة سيارة واحدة فقط يمكن قطر سبع سيارات إلى المكان الذي يريده الركاب مبدأ قطر هذه السيارات يشبه مبدأ القطار أما التحدي الأساسي فكان إيجاد طريقة لتجنب تأرجحها خلال النقل فوجد الباحثون أن الربط الميكانيكي والكهربائي يعزز استقرار السيارات أثناء نقلها الميزة الجديدة للربط هذا هو هذه الإشارات نظام التحكم مثلا يمكن أن ينتقل بين السيارات كما يمكن أن تنتقل الكهرباء فيما بينها لشخن البطارية في مدينة جرنوبل في فرنسا وفي هذا المختبر اختبرت الأجهزة الخاصة بالقيادة والمقابض والدفع حسب العلماء فأن هذه الأجهزة تشكل قاعدة أساسية تسمح للسيارات القاثرة والمقتورة من السير بأمان بالاتجاهين الأمامي والخلفي السيارة محركان في الخلف عند الجانبين الأيمن والأيسر لقدر ثماني سيارات يجب قيادة ستة عشر محركا لذا واجب تطوير جهاز معقد جدا للقيادة والتحكم لذا طورنا خوارزميات عديدة مع الأخذ بعين الاعتبار حجم السيارة وغيرها من العوامل العديدة ثم نقوم باختبار النظام بكمله في المختبر ومن ثم في الشارع علماء الكمبيوتر تم استدعائهم لتطوير نماذج تتنبأ بتوزيع أسطول السيارات هذه في المستقبل مع أهمية الطلب عليها والإرادات الناتج عنها استخمارات هائلة نحتاج إليها لتحضير المينة التحتية لهذا المشروع لذا من الضروري تحديد استراتيجية جيدة تسمح لنا بتحديد مكان وحجم محطات الشحن بعد خمسين كيلومترا من السير تحتاج بطارية كل سيارة لإعادة الشحن ومن المتوقع أن لا يزيد معدل الرحلة عن عشر دقائق هذه السيارة صممت لتكمل عمل النقل المشترك حيث يتردد الناس في استخدام هذا النقل لأنهم يعيشون أو يعملون بعيدا جدا عنه لذلك هدفنا هو تقديم أداة جديدة للركاب تسمح لهم باستخدام النقل العام بدلا من استخدام سياراتهم الخاصة مما سيساعد في تقليل زحمة السير ونسبة التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون سرعة كل سيارة يمكن أن تصل لخمسة وستين كيلومترا في الساعة وقد اختبر المطورون هذا المشروع في مدن عدة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة اشتركوا في القناة